المعهد المحامية المعهد المحامية المعهد المحامية كل من لم يجد مهنة من المهن الأخرى إلى المنتسبين الحقيقيين لمهنة المحامية إلى العالمين والعارفين برسالة المحامية الحقيقية ده مش هتأت أبداً إلا لما نعلمهم وندربهم ونحطهم على أول الطريق حتى يعرفوا واتعلموا يعني إيه محامية يعني إيه قيمة المحامية يعني إيه قيمة المحامية ووجوده سواء كان في مجتمعه المحلي أو مجتمعه على مستوى الوطن كله النقيب يعني بيحرصه الوقت على التواصل وده أحد صور التواصل أنه يبقى موجود مع شبابه وولاده وأبنائه النهاردة في نقابة المحامين في المنوفية ومش بس في المنوفية تقريبا على مستوى الجمهورية كلها بيبقى دايما حليص على أن يكون موجود وأن يزرع اللبنة يغرس اللبنة الأولى في الشباب المحامين في المحاضرات اللي هو دايما يعني يغرس فيهم قيمة المحاماة وعظمة المحاماة وتاريخ المحاماة النبيل على امتداد الوطن كله يعني إحنا لو عملنا تاريخ مصر ممكن نعمل جنبه خط اسمه خط المحامين وتاريخ مصر حنلاقي الخط مزدوج خط المحامين هو خط الوطن منذ فجر التاريخ إحنا في النهاية حارسين تمام الحرص على ده وأعتقد أنه النقيب حتى في الفترة الأخيرة دعمه لشباب المحامين دعمه متواصل بكل السبل وبكل الأشكال لأنه مستبع نقابة المحامين الحقيقي هو في شبابها هم زخيرتها هم خيرها اللي جاي هم يعني الاستهداف الحقيقي لكل تعديل قانوني لكل حصانة جديدة بتحصل عليها المحامين هي في النهاية بتصب في مصطحة الشباب إحنا تقريبا نسلم الرايا لأبنائنا وأخواتنا الشباب الزغار عشان يتسلموا الرايا مرفوعة وتبقى دايما عظيمة كما كانت عزب التقاط المحامين تلك الوقت ترجمة نانسي قنقر